الصين توجه ضربتين لحلم دونالد ترامب بطائرة F-47 القتالية عبر المقاتلة الغامضة G-36 الصينية من الجيل السادس وكذلك عبر سلاح المعادن النادر المستعمل في صناعة المقاتلة الأمريكية F-47 مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم ظهرت لقطات مؤخرا تظهر نموذج أولي للمقاتلة الصينية الغامضة المعروفة بشكل غير رسمي باسم تشينغ دو G-36 وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق حركة المرور حيث تعد G-36 واحدة من مقاتلتين من الجيل السادس قيد تطوير في الصين ومن المتوقع أن تتميز بقدرات متقدمة في الحوسبة وأجهزة الاستشعار وتقنيات التخفي والتي يقول عنها الصينيون بأنها متطورة أكثر من F-47 الأمريكية التي أعلن عنها ترامب كما فرضت الصين قيودا على صادراتها من عناصر الأرض النادرة إلى الولايات المتحدة والتي تشمل مواد حيوية لتقنيات الطيران والأنظمة الإلكترونية مما قد يلحق ضررا كبيرا بخطة واشنطن لتطوير طائرات الجيل السادس القتالية بحسب ما كشفته مجلة نيوزويك الأمريكية وبناء عليه ما هي أهم مميزات المقاتلة الشبحية الصينية الجديدة من الجيل السادس والتي تعتبر المنافسة الأبرز لمقاتلة F-47 الأمريكية وكيف سيؤثر قرار الصين بمنع تصدير عناصرها النادرة الأرضية إلى الولايات المتحدة على مقاتلة F-47 كل هذا وأكثر سوف أشرح لكم بعد هذا الفاصل أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الأعجاب حتى أعرف عددكم ونعود لموضوع حلقتنا حيث تتبنى الصين سياسة متكاملة لتحديث جيشها وتسعى إلى امتلاك قدرات توازي بل وتفوق في بعض النواحي تلك التي تمتلكها منافستها الجيوسياسية أي الولايات المتحدة وقد حدد الرئيس شيجيب بينغ عام 1949 تاريخ الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية كموعدا نهائي لبناء ما أسماه جيشا من الطراز العالمي وهذا السباق نحو التسلح يمتد إلى الأجواء فالقادفة الصينية إتش الستة العاملة منذ سنوات تمنح بيكين القدرة على ضرب أهداف في مناطق صراع محتملة مثل بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه أو قواعد أمريكية في المحيط الهادئ مثل جوام وهي قدرة قد تتعزز بشكل كبير بفضل مقاتلة جي ستة وثلاثين وظهرت المشاهد الأخيرة للطائرة لأول مرة على منصة ويبو الصينية ثم أعيدت مشاركتها يوم الأثنين على منصة X أي تويتر سابقا من قبل حساب سويت كالي المتخصص في متابعة العتاد العسكري الصيني اللقطة التي استمرت ستة ثواني والتي التقتها سائق سيارة تعد أوضح رؤية للطائرة حتى الآن حيث تظهر الطائرة وهي تحلق على بعد أمتار قليلة فقط فوق طريق سريع وفي وضح أنها وقد حدد حساب التتبع الجوي ريك جوي PLA موقع التصوير شرق مصنع شركة تشينجدو لصناعة الطائرات في مدينة تشينجدو بمقاطعة سيتشوان الصيني تصميم الطائراء المثلث والخالي من الذيل يقلل من بصمتها الرادارية في حين أن نظام الدفع بثلاث محركات قد يمنحها قدرة دفع إضافية تتيح لها التحليق لمسافات أطول وسرعات أعلى مقارنة بالمقاتلات الصينية الحالية وعلى الرغم من أن السلطات الصينية تشدد الرقابة على المعلومات المتعلقة بالشؤون العسكرية الحساسة فأن الظهورات العلنية الأخيرة للطائرة يرجح أنها مصرح بها من قبل الحكومة لإظهار أن برنامج جي 36 يتقدم بوتيرة متسارعة وفقا لما كتبه أندرو إيريكسون أستاذ الاستراتيجية في كلية الحرب البحرية الأمريكية في تعليق حديث في المقابل تطور الولايات المتحدة مقاتلتها الخاصة من الجيل السادس التي تعرف باسم F47 ضمن برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم NGAD وفي مارس أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستكون أكثر الطائرات فتكا على الإطلاق مشيرا إلى أن أولى النسخ ستدخل الخدمة قبل نهاية ولايته الثانية رغم عدم تأكيد جدول زمني رسمي حتى الآن وكتب إيريكسون أيضا في ديسمبر على موقعي 45 المتخصص في الدفاع والسياسة الخارجية رغم غموض التفاصيل وغياب التعليقات الرسمية حتى الآن لأن الصورة العامة أصبحت واضحة أن نطاق وحجم تقدم الصين في مجال الطيران العسكري يعيد إلى الأذهان صعود سلاح الجو الألماني قبل الحرب العالمية الثانية اليوم لا توجد دولة أخرى تعمل في الوقت نفسها على هذا العدد الكبير من برامج الطائرات العسكرية المتنوعة وخاصة الطائرات القتالية الحديثة كما تفعل الصين الآن وفي تقريرها السنوي إلى الكونغرس بشأن القوة العسكرية الصينية كتبت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعب الصيني تقوم بتحديث وتصنيع طائراتها وأنظمة الطائرات غير المأهولة بوتيرة سريعة مما يجعلها تظاهي المعايير الأمريكية ويبقى أن نرى متى ستكشف الصين رسميا عن مقاتلتها من الجيل الجديد وفي المقابل لم تظهر مقاتلة F-47 الأمريكية علنا حتى الآن وحسب خبراء في الصناعات العسكرية الصينية فإن الطائرة الصينية الجديدة ستعمل بكمبيوتر خارق وتزويدها بتقنيات حصرية في الذكاء الاصطناعي ما يمكنها من المناورات بشكل أفضل من أي مقاتلة موجودة حاليا وهذا قد يقوض مشروع أمريكا القائم على السيادة الجوية مثل ما سميه ترامب كما أن الصين لن تكتفي بتطوير مشروعين لطائرتين مقاتلتين من الجيل السادس لمنافسة الـ F-47 الأمريكية بل فرضت الصين قيودا على صادراتها من العناصر النادرة إلى الولايات المتحدة وتشمل موارد حيوية لتقنيات الطيران والأنظمة الإلكترونية مما قد يلحق ضررا كبيرا بخطة واشنطن لتطوير طائرات الجيل السادس القتالية بحسب ما كشفته مجلة نيوزويك الأمريكية وقالت أن رد بكين على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 145% جاء خلال تقييد تصدير المعادن المستخرجة والمغناطيسيات الدائمة ومنتجات نهائية أخرى وفقا لمصادر في القطاع أوردتها وكالة رويترز فأن هذه الخطوة تثير القلق لدى بعض شركات الصناعات الجوية الأمريكية التي تعتمد على الصين كمصدر وحيد لبعض المكونات المستخدمة في إلكترونيات الطيران وتأتي هذه الخطوة الصينية بعد أسبوعين فقط من إعلان ترامب فوز شركة بوينغ العملاقة بعقد تطوير الطائرة القتالية F-47 التي يفترض أن تخلف طائرة F-22 رابتور وتشكل العمود الفقري لأسطول الجيل القادم من سلاح الجو الأمريكي وللأمانة فمنذ بداية التسعينات استشعرت الصين أهمية المعادن النادرة في الصناعات الحديثة والذكية فاستثمرت في تطوير تكنولوجيا استخراجها وفصلها عن بقية المعادن وتكريلها حتى هيمنت بنسبة 90% من الإنتاج العالمي مع مطلع القرن الواحد والعشرين مستفيدة من رخص يد العاملة وعدم تشدد شروطها البيئية مما أتاح تصدير الفائض من إنتاجها بأسعار تنافسية غير أن إدراك واشنطن لخطورة تبعيتها للصين في مجال المعادن النادرة دفعها مبكرا لتكثيف عملية استخراج تلك المعادن داخل البلاد كما أن دخول منافسين جدد للسوق مع تزايد الطلب أدى إلى تراجع هيمنة الصين على الإنتاج من 90% إلى 70% وسبق للصين أن استعملت المعادن النادرة سلاحا ضد اليابان في 2010 بعد أن علقت صادراتها من هذه العناصر النادرة إليها في أعقاب التوترات المتعلقة بجزيرة سونكاكو التي تديرها اليابان والتي تطالب بها بيكين وتسميها دياويو وفق صحيفة نيكايا اليابانية بطبعتها الإنجليزية وهذا أدى إلى تراجع اليابان واضطرارها لترك الصيادين الصينيين يقومون بالصيد في تلك المنطقة التي تحت سيطرة اليابان بشكل فعلي ولكنها من الواضح أدركت أن شركات التكنولوجيا اليابانية سوف تنهار بعد هذا القرار الصيني لذلك تراجعت توكيو عن قرارها بشأن الصيادين الصينيين وبعد أن أغضب قرار ترامب الصين بزيادة الرسوم الجمهورية على معظم المنتجات الصينية أعلنت بيكين فرض قيود على تصديرها هذه المواد النادرة في إطار حزمة أوسعة من الرسوم والتدابير ضد الشركات الأمريكية وبصيفتها المورد الرئيسي للولايات المتحدة بهذه العناصر تظهر خطوات الصين استعدادها لاستخدام هيمنتها على استخراج ومعالجة المعادن الحيوية كسلاحاً اقتصادي ما يعكس مدى تأثير أي مواجهة مع ترامب على برنامج الهيمن الجوية الأمريكية للجيل القادم NGAD وفي بيان صدر يوم الجمعة أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض قيود على تصدير معادن مستخرجة ومغناطيسيات دائمة ومنتجات نهائية أخرى يصعب استبدالها ووفقاً لخدمات الأبحاث بالكونغرس يستخدم نحو 5% من واردات الولايات المتحدة من العناصر الأرضية النادرة في التطبيقات الدفاعية وتستخدم طائرات F-35 الشبحية التي تنتجها شركة لوكيد مارتن حوالي 920 رطلاً من عناصر الأرض النادرة لكل طائرة في أنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات الموجهة والمحركات الكهربائية التي تحرك دفتاء الطائرة وفقاً لمعهد تاريخ العلوم وأفادت وزارة التجارة الصينية أن قائمة القيود تشمل سبع فئات من عناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة بما في ذلك الساماريوم والجودولينيوم والتيريبيوم والديسبريسيوم واللوتوتيوم والإسكانديوم والمواد المتعلقة بالإتريوم كما أعنت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية عن فرض قيود على تصدير عناصر مثل التنجستين والتيلوريوم والبيزموث والموليبيدينيوم وأشار موقع كلين التكنيكا إلى أن الإتريوم ضروري لتلاء محركات الطائرات العاملة بدرجات حرارية عالية وأنظمة الرادار عالية التردد والليزر الدقيق كما يسمح هذا العنصر بإضافة طبقات عازلة حرارية على شفرات التوربينات لمنع انسهار المحركات أثناء الطائرة ولا تعد هذه القيود خطراً تاماً لكنها تمنح بكين سلطة تقليص عدد الترخيص الممنوحة على التصدير ما قد يؤدي إلى أزمة في تأمين مصادر بديلة بالتالي تظهر هذه الخطوة مدى تأثير الصين في صناعة الدفاع الأمريكية وجاءت بعد إعلان ترامب رسمياً المضية قدماً في تطوير طائرات F-47 وتعتمد الطائرات الشبحية مثل F-47 على عناصر أرضية نادرة مثل النوديميوم والبرازيديوم والديسبريسيوم والتيريبيوم لتصنيع مغناطسيات عالية الأداء ومحركات كهربائية وأنظمة رادار بحسب شركة الاستشارات SFA أوكسفورد كما تحتاج هذه الطائرات إلى معادن مثل التيتانيوم والتينجستين والنيوبيوم لتعزيز القوة الهيكلية ومقاومة الحرارة وتوفير الطلاقات الشبحية لهذه المقاتلة وفي هذا السياق قالت SFA أوكسفورد مع تسارع جهود الولايات المتحدة في تطوير برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم فأن تأمين الوصول إلى هذه المواد الحيوية بات أمرا لا يقل أهمية عن الطائرات نفسها إضافة إلى ذلك حذرت إدارة ترامب من أن أي رد انتقامي على الرسوم الجمهورية قد يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية وقال كريغ سينجلتون مدير برنامج الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لمجلة نيوزويك إن بكين قد تزيد من تجديدها على معادن استراتيجية مثل الجاليوم والجرافيت لكنها في الوقت ذاتها تتحلى بالحذر حتى لا تصدم الأسواق العالمية وأوضح من المرجحي أن تواصل الصين استمالة أوروبا والأسواق الناشئة في محاولة لإظهار نفسها كطرف متضرر ولتقليل الأصطفاف الدولي مع واشنطن فهل تعتقدون أعزائي المشاهدين أن العقوبات التي يفرضها ترامب على الصين ستؤدي إلى انتصار أمريكا في هذه الحرب التجارية بالنهاية؟ أم أن التنين الصيني سيضع حداً لبلاد العمسام عبر سلاح الأتربة النادرة والمقاتلات الشبحية الصينية الجديدة ميناء الجيل السادس أرجو أن أكون قد فقط في نقل المعلومة إذا وصلت عزيز المشاهد إلى هذا الحد فالتحية خاصة مني لك وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة